السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجهة One UI 2.1 تم الإعلان عنها رسمياً لما تم الإعلان عن عائلة الـ S20 ولأنها بدأت أنها توصل دلوقتي لعائلة الـ S10 والـ Note 10 فلازم كنا نتكلم عنها بناءً على طلبات المتابعين النهاردة حشرح لكم بعض المميزات الجديدة اللي موجودة في الوجهة علشان نتعرف عليها سوا في البداية خلينا أقول لكم بس أن دي مش كل المزايا اللي موجودة في الوجهة الجديدة وإنما هي بعض المزايا اللي أنا اكتشفتها وأكيد لسه حكتشف قدام حاجات كتير قوي وإنتوا حتكتشفوا حاجات ممكن ما تلاقوهاش في الفيديو ده خلونا نبدأ على طول في برنامج الرسائل الضفمستين الميزة الأولانية الكاتيجوريز يعني إيه الكاتيجوريز؟ دي الأول تقدر أن أنت تلاقيها في الإعدادات هتلاقي فوق conversation categories تقدر أن أنت تفعلها أو تخفيها إيه هي؟ أحيانا أن الرسائل عندك بتبقى كتيرة وبيبقى أنت محتاج أنك تجمع مجموعة من الرسائل الخاصة ببعضها في مكان واحد فزي مثلا أنا أنا عامل مجموعة من الرسائل الخاصة بفودافون وأنا معرفش هم أمقسمينها كتير أو كده ليه؟ أو الرسائل الخاصة بالعيلة أنها تبقى كلها في مكان واحد علشان تقدر أن أنت ترد عليها دي النقطة الأولى نقطة تانية في الرسائل أن أنت تقدر أنك تغير الخلفية بتاعت الرسائل زي ما تحب عن طريق الإعدادات وبعد كده تختار Customize Wallpaper وبعد كده تقدر أن أنت تختار أي لون تحبه من الإعدادات أو أن أنت حتى تختار صورة وتخليها هي الخلفية بتاعة المحادسة في 11 حاجة بقى جديدة موجودة في البرنامج بتاع الكاميرا أول حاجة أن عن طريق الضغط على زرار التصوير ضغطة مطولة تقدر أن أنت تسجل فيديو لحد ما تشيل صباعك من على الزرار دي الميزة دي بنشوفها في الانستجرام وغيرها فالناس ممكن تكون مش عارفاها ولكنها تضافت في برنامج الكاميرا هنا ينقلنا النقطة التانية أن أنت قبل كده لما كنت بتضغط ضغطة مطولة هنا كنت بتاخد لحد 100 صورة علشان تعمل الموضوع ده دلوقتي بتسحب لتحت فتقعد تصور لحد 100 صورة مرة واحدة لأي شيء قدامه والنقطة التالتة أن نتضاف هنا السينجل تيك السينجل تيك دي لما بتضغط عليها بتاخد مجموعة من الفيديوهات واللقطات لأي شيء سواء كان متحرك أو ثابت ودي شفناها في الـ S20 والـ S20 Ultra والـ S20 Plus النقطة اللي بعد كده ودي اضافت برضو من عائلة الـ S20 وهي الـ Pro Video دلوقتي تقدر تصور فيديو بطريقة احترافية وتقدر تعدل على كل الإعدادات زي ما أنت عايز عن طريق برنامج التصوير النقطة اللي بعد كده في الـ Hyperlapse في Hyperlapse قدامك حاجة من اتنين إما أن انت تقدر تفعل الـ Super Steady Mode ودي حتقدر أن انت تصور أثناء الحركة بثابات أكتر وإما أن انت لو بتصور في إضاءة ليلة تختار وضعية الـ Night Mode أثناء تصوير فيديو الـ Hyperlapse واللي ما يعرفوش ده فيديو بيصور حاجات بشكل سريع جدا في أقل فترة ممكنة في حاجة كمان اضافت فيه التصوير العادي وهي الفلاتر هنا في My Filter تقدر أن انت تختار أي صورة موجودة عندك في الجالري وتقتبس منها الفلتر بتاعها يعني خلينا نجربها مع بعض مثلا الصورة دي فيها فلتر معين احنا خدنا المحتوى بتاع الإضاءة وكل شيء في الصورة دي وطبقناه على الصورة اللي احنا عايزين نصورها دلوقتي مثلا نرجع باك نختار صورة تانية الصورة دي وبعد كده ندوس على Next وبالتالي حيتم تطبيق الفلتر اللي موجود هنا وهو الأبيض واسود على الصورة اللي احنا محتاجين احنا نصورها تقدر انك تضغط على Save Filter علشان تحفظه او ان انت تختار كل مرة شكل معين وكمان تقدر ان انت تختار صورة من الجالري بتاعك علشان تطبق الفلتر اللي موجود في الصورة دي على الصورة اللي انت هتصورها الميزة اللي بعد كده في الكاميرا السيلفي الكاميرا السيلفي في Option اضاف جديد علشان الفلتر تون السيلفي تون السيلفي تون تقدر ان انت تختاره اما Cool او Original او Warm وبعد كده تختاره من الاعدادات كمان لو جينا نتكلم على الفيديو فدلوقتي تقدر بالكاميرا الامامية انك تصور فيديوهات 60 فريم في الثانية سواء كانت 4K او Full HD 60 فريم في الثانية نقطة كمان اتغيرت شوية كان الاول الAR ايموجي دلوقتي اصبح اسمها AR Zone ويمكن لو ضغطنا عليها ودخلنا جوه هنعرف ليه اسمها AR Zone لان فيها مجموعة كبيرة جدا من الاختيارات انصحكم ان انتو تجربوها بنفسكم لانها هتعجب قوي الناس اللي بتحب تلعب بالاشكال اللي انت بتقدر ان انت تنشئها تصور نفسك معاها او تصور بيها حاجات متحركة او حتى تعمل صور 3D او اشكال مختلفة النقطة الاهم بالنسبة لي ويمكن دي بالنسبة لناس كتير قوي من اللي بيصوروا فيلوجز او بيصوروا حتى تصوير بالكاميرا العادية لو حابين ان هم يشاركوها مع انستجرام او فيسبوك ان انت دلوقتي اسناء تصويرك الفيديو تقدر ان انت تنتقل من الكاميرا الامامية للكاميرا الخلفية من غير ما تحتاج ان انت توقف الفيديو وتقلب ما بين الكاميرتين ودي ميزة كويسة جدا برنامج الجالري اضاف في حاجة لما نروح على pictures هنشوفها اولا هنا هنلاحظ ان بقى فيه اربع ايكونات بدل اتنين في الشكل القديم الايكونا الاولانية ان انت تقدر انك تجمع مجموعة من الصور المتشابهة في كاتيجوري واحد بحيث ان انت تقدر انك تستعرضه مع بعض النقطة التانية ان انت تقدر انك تعمل فيديو مجمع ما بين صور وفيديوهات موجودة في الجالري بتاعك بمجرد ما بتضغط على الايكون تحدد مجموعة من الصور او الفيديوهات او اي حاجة انت محتاج انك تحددها وبعد كده تضغط على الايكون من تحت علشان تعمل فيديو جديد بالصور والمحتوى اللي انت اخترته النقطة اللي بعد كده ودي كنت متراقب جدا ان انا اشوفها في النود 10 بلاس الا وهي الكويك شير الكويك شير ده كان حصري لاجهزة الاس 20 فقط دلوقتي اصبح متاح للنود 10 بلاس والاس 10 بلاس بالاضافة للاس 20 الكويك شير عن طريقه تقدر ان انت تحول ملفات حجمها عملاق جدا بسرعة كبيرة جدا ما بين اجهزة سامسونج ولازم يكون الجهازين فيهم كويك شير تقدر ان انت تتعرف على الاجهزة المتوافقة وتبعت ملفات بحجم كبير جدا في ثواني معدودة النقطة القابلة الاخيرة وهي الميوزيك شير دلوقتي عن طريق الاوبشن ده لو تم تفعيله تقدر ان انت توصل تليفونين بسماعة يعني لو فرضا انت عندك سماعة واحدة تقدر ان انت توصل بيها تليفونين وكل التليفونين يتم استعراض المحتوى بتاعهم على سماعة واحدة بدون الحاجة ان انت تقفل تليفون او تقفل بلوتوث في تليفون وترجع تفعله في تليفون تاني كل اللي انت هتعمله ان انت تختار التليفون اللي هيشتغل على السماعة والتاني هيسكت ويبدأ تشغيل الموسيقى من التليفون لو حبيت انك تغير تشغل التليفون الميزة دي بتبقى جميلة لو انت زي حالتي عندك تليفون وتابلت وحابب ان هو ينتقل احيانا ويشغل موسيقى من ده مختلفة عن التليفون او التابلت او غيره فتقدر ان انت تنتقل ما بين الاتنين على نفس السماعة بنفس التعريف عن طريق ميوزيك شير النقطة الاخيرة ان سامسونج استبدلت الفيديو كول اللي موجود في تليفوناتها ببرنامج جوجل دو يعني ايه دلوقتي تقدر ان انت تتصل برقم اي حد من اصحابك لو كان عنده برنامج جوجل دو وليه حساب عليه تقدر ان انت تعمل معه مكالمة فيديو عن طريق الايكون اللي ظهره جنب الايكون بتاعت الاتصال اما ان انت تتصل بيه اتصال عادي عن طريق الشريحة او تتصل بيه فيديو عن طريق الواي فاي او الموبايل انترنت وهنا مش هيتخصم من الرصيب بتاعك وانما حتم المكالمة عن طريق الانترنت دي كانت مجموعة من المزايا اللي موجودة في وجهة سامسونج الجديدة One UI 2.1 هتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكو اشوفكو على خير في فيديوهات تانية فى امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة